حالة إنكار النظام للواقع المجري في سوريا عبر عنها وزير خارجيته وليد المعلم في كلمته التي رد من خلالها على العقوبات التي حملها معه قانون قيصر ضد النظام وداعمه المعلم قال متحديا الولايات المتحدة إن الأمريكيين يحلمون بأن ترضخ سوريا لشروطها عبر قانون قيصر الذي يستهدف على حد قوله تجويع السوريين والتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا المعلم اعتبر أن المطلوبة هو تخلي سوريا عن تحلفاتها ودعمها لما سماها بالمقاومة والسير في ركب التطبيع مع الكيان الصهوني في إشارة منه إلى علاقة النظام مع إيران حيث يطالب الأمريكيون بخروج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من سوريا وفي الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون الأمريكيون أن من أهداف العقوبات دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيب وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا شدد المعلم على أن هدف القانون الذي وصفه بآخر الأسلحة الأمريكية ضد بلاده هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا أن من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ مشددا على أن بشار الأسد سيبقى في منصبه طالما يريد الشعب ذلك على حد قوله تصريحات المعلم رأى مراقبون أنها تعكس استمرار نظام الأسد في سياسة الهروب إلى الأمام ورفض الإقرار بأن الوضع تغير لا سيما مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ والذي يقول المسؤولون الأمريكيون أن الهدف منه هو أحداث أكبر قدر من الألم بالنظام لإجباره على تغيير سياساته كذلك تحمل تصريحات المعلم بحسب المراقبين تحديا للولايات المتحدة وأسرارا من قبل النظام على المضي قدما في ذات النهج وسط تساؤلات حول مدى قدرة النظام فعليا على الاستمرار في المكابرة لا سيما مع تفاقم الأزمتين المالية والاقتصادية في ظل تململ داخل بيئته الشعبية